موسيقى نظرك احنا اليوم في اطار واحد للندوة دولية حول الذكاء الاصطناعي الاهمية في مجال الاقتصاد مجال التسيير والتدبير والمجال المالي هذه الندوة الدولية تواكب الورش على الصعيد الوطني اللي هو الذكاء الاصطناعي واستعماله في مجالات علمية ومجالات سوسيو اقتصادية وهذا الورش هذا هو يلان على الصعيد الكلية وصعيد البحث العلمي عنده واحد اهمية لانه جميع المواد التي تدرس ودخله فيها هاد كاصطناعي كمادة اساسية لتقربها من الطالب وتقربها كذلك من الحياة العملية والحياة العلمية وهذا الورش هذا هو مواكب واحد طرصانة قانونية اللي فيها حماية المعطيات الشخصية لانه الاستعمال دي المعطيات واستعمال دي هذه المعطيات الشخصية خصوص يكون عندها واحد قانوني واحد سباة قانونية لانه الاستعمال دي المعاملات مجموعة دي المعاملات مجموعة دي الطرق التي تسير هاد كاصطناعي في جميع المجالات المالية الاقتصادية القانونية كذلك هاد الازاتولي هاد يكونوا مثلا في هاد الندوة هاد هاد يكون عندهم هاد الاطار هاد البحوث اللي تقدموا وللمدخلات اللي كانوا في هاد الاطار هاد كلهم بغي يمشوا فيه اتجاه هاد هلاش لتقريب مثلا الانسان الباحث الطالب او المواطن العادي اللي عنده الحق لحضور هاد الورشات انه يعرف الاهمية لها الدكاء الاصطناعي ماشي غير في الجانب العلمي وكحتى في الجانب اقتصادي المالي وصوص اقتصادي هاد الورش الاصطناعي على صعيد الجامعة الان جميع الاسمية والمكونات مثلا على صعيد مثلا نخدمه القوية الحقوق على الصعيد الوطني المواد التي تتدرس ولا تصبح فيها مادة دكاء اصطناعي يعني واحد المادة اللي ولت اساسية داخلها في ما يسمى بليسوفت سكيل اللي باور سكيل هاد كلهم داخلين في هاد الاطار هاد حتى على صعيد مثلا لي ماستر دخلوا مثلا مواد اللي كتدرس هاد العملية هادي وكتبيه الاهمية ديالها دكلي تقريب مثلا طالب من هاد الامن هاد المادة او من هاد الامن نسمى وحنا هي ماشي المادة ونسميه مثلا واحد الدكاء اصطناعي هو في الايطار هو مادة تدرس مثلا ولكن هو واحد الوسيلة لتعليم مجموعة الاشياء تساعد في البحث العلمي تساعد مثلا في البحث البيبيوغرافي تساعد في التدريس تدريس علم بوعد كل ما هدو امكانيات اللي بكل الجامعة ولكلية انها تساعد مادة دكاء اصطناعي في هاد الاطار هادا اللي هو الداخل في هاد الورش الكبير اللي كتسمى مثلا لديجيطاريزازون ديال اللي كونومي ناسيونال وقد دولت ادو التفكير والاتجاه اللي مشات في هاد الندوة هاد هاد الندوة تخص الدكاء الاصطناعي وعلاقته مع ميدان المال وميدان تسير والميدان القانوني في اطار هاد الندوة تمت تمت شراكة بين جامعات جون مولان ليون 3 وليكو الاستم يشاركة بين كلية الحقوق المحمدية وليكو الاستم في دل هاد الشراكة الزيتابليسمون تسعاوي ينضموا ندوات عالمية ويحاولوا ينضموا تكونات جامعية تكونات تخص طلبات الحقوق المحمدية طلبات لكل استم وطلبات الجامعة الفرنسية ليون 3 جون مولان هاد اللقاءات تتعطي فرصة لكي يقدموا أبحاثهم أمام لجن وهاد اللجن تتعطي الملاحظات ديالهم لطلبات دكاتيرا تياخدوها بعيد الاعتبار باش يصحوا المسار الدراسي ديال الدكتورة ديالهم هاد في هاد الشراكة تتسعى لإحدى تكوينات تكوينات متعلقة بالدكاء الاصطناعي مثلا مسترات متخصصة في الدكاء الاصطناعي الدكاء الاصطناعي والعلاقة دياله مع ميدان المال العلاقة دياله مع ميدان القانوني قانونيات الدكاء الاصطناعي فيما يخص لغسبنسابيليتي لغسبنسابيليتي جوريديك ديال هاد الدكاء الاصطناعي وباش نهضو بيخصي يكونوا تكوينات وعلاش لا مدرسة 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 وطنية متخصصة في الدكاء الاصطناعي